اشتركوا في القناة وهي بعنوان نوازل الصيام والمقصود بنوازل الصيام يعني المسائل العصرية المستحدثة التي جدت في ما يتعلق بأحكام الصيام فيما يتعلق بأحكام الصيام فمعنى في هذا البحث المختصر جدا معنى في تقريبا حوالي 24 نازلة احنا سردناهم في اول اليوم وبسرعة كذا نسردهم مرة اخرى احكام هذه المسائل يعني والنوازل بخاخ الرب اقراس الذبحة الصدرية منظار المعدة المخدرات الطبية قطرة العين وسيل الاذن الحقن العلاجية قطرة الانف الحقن المغذية الوريدية المراهم والدهانات والملسقات القصطرة منظار البطن الغسيل الكلوي الغسول المهبلي والمنظار المهبلي الحقن الشراجية تحاليل الشراجية المنظار الشراجي منظار مجرى البول تبرع بالدم اخذ الدم للتحاليل الطبية السفر من بلد الى بلد تختلفان في الرؤية السفر بطائرة ونحوها بعد مغيب الشمس او قبله فهذه المسائل التي نتناولها باختصار شديد جدا هذا الجدول اختصره بعض طلبة العلم من بحث لدكتور عبدالله السكاكر وجمعوه في هذا الجدول من هذا البحث المفصل في هذه الكلمات المختصرة فامامكم في الصفحة الاولى المقدمة الاولى المقدمة الثانية المقدمة الثالثة هم يقصدون بذلك او الطالب يعني الذي جمعه يقصد بذلك ان الشيخ ذكر مقدمة اولى في درس ثم مقدمة ثانية ثم مقدمة ثالثة احنا هنتناول الكلام من المقدمة الثالثة من المقدمة الثالثة وهي مسألة ما هو المقصود بالجوف في كلام الفقهاء ما هو المقصود بالجوف في كلام الفقهاء قال قال فمن اهل العلم من اطلق الجوف على كل تجويف داخل البدن فمثلا المخ جوف لانه تجويف داخل الرأس الاذن جوف المريح جوف البطن جوف حتى المثانة تعتبر جوف فكل ما دخل هذه التجويفات يعتبرونه انه مفتر يعني على اصحاب القول ذا لو واحد مثلا ادخل تحاليل او اشياء مثلا فيها اي شيء داخل لهذه الاجزاء يقولون خلاص كده دي يعتبر مفسد للصيام ومن اهل العلم من قصر الجوف على البطن واعتبر ان ما وصل الى الجوف انه في حكم الاكل والشرب ونقصد بالبطن يعني الفراغ عموما اللي في بطن الانسان فراغ البطن عموما كل تجويف البطن يعني ومن اهل العلم من ضيق الدائرة وقال ان المقصود بالجوف هي تلك القنوات التي يحصل فيها انتفاع البدن من الطعام والشرام وهذا يحصل في المعدة والامعاء فقالوا ان الجوف هو المعدة والامعاء اما ما عدا ذلك لا يعد جوفا في المصطلح الشرعي او المستخدم عند الفقهاء بحيث اذا بلغه الطعام او الشراب او ما ينتفع به يحكم بالفطر القول الراجح قال ان الجوف الذي اذا بلغه الطعام او الشراب او ما في حكمها يفطر به الصائم هو المعدة او الامعاء لانه في هذا الموضع يمتص الطعام وينتفع منه او ينتفع منه البذن والصيام عبادة معقولة يعني الخول الراجح كما قال ان الجوف تعبير الجوف الصحيح يقصد به المعدة او الامعاء لان هذه الاماكن التي يقون فيها الغذاء والطعام وهي الاماكن التي من اجلها يستفاد لبدن الانسان في هذه الاماكن مما دخلها ولذلك تعبير الجوف ابتداءا كذا قبل ما ندخل في الكلام في النوازل لابد من الوقوف عليه فاذا تكلم العلماء وقالوا اذا دخل الجوف الراجح الجوف هو الامعاء او الاش المعدة والامعاء عموما ليس اي جوف ليس اي جوف او اي تجويف في البدن يقال له جوف اول هذه المسائل في النوازل بخاخ الربو مسألة بخاخ الربو قال هو عبوة مضروطة تحتوي على ثلاثة امور او اشياء كلنا تقريبا عارفين بخاخ الربو معروف قال تحتوي على ثلاثة امور او اشياء الاول الماء والثاني غاز الاكسوزين والثالث المواد العلاجية التي يقصد ان تصل الى الجهاز التنفسي المواد العلاجية التي يقصد ان تصل الى الجهاز التنفسي يعني البخاخ هذه عبارة عن ماء وهواء وبعض الحاجات الطبية جواها اللي هي بتفيد الجهاز التنفسي قال الذين قالوا لا يفطر يعني باستعمال البخاخ الشيخ ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين واللجنة الدائمة ومن المعاصرين الشيخ أحمد خليل أو الخليل قالوا إن الأصل صحة الصيام ولا يطرق هذا الأصل وهذا اليقين إلا بيقين مثله ووصول شيء من هذا الرذاذ وهذه المادة إلى المعدة أمر مشكوك فيه البخاخ ده الرذاذ اللي بيطلع منه أمر مشكوك فيه ليوصل لفين للمعدة قال لأن الأصل أن هذه المادة تذهب إلى الجهاز التنفسي فوصول شيء منها إلى المعدة هذا أمر مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك وبالتالي نقول إن الصيام يبقى صحيحا لأنه هذا الأصل دقاء الأمر على ما كان عليه قال وبالتالي نقول أن الصيام يبقى صحيحا حتى يثبت عندنا يقين أن جزءا من هذه المادة وصل إلى المعدة يبقى اليقين لا يزول بالشك والاحتمال والرذاذ ده يعني يكاد يكون مقطوع أنه هو ما بينزل شك فيه للمعدة ده هو بيذهب إلى جهاز التنفسي قال لا يفطر قياسا على أمرين إن حكمه يعني إنه لا يفطر البخاخ الربوه ده قياسا على أمرين الأول ما يبقى بعد المضمضة إن الإنسان لما بيتمضمض قاطعا بيبقى شيء من الماء اللي هو يتمضمض بيه لا لا قاطعا فيه جزء يسير بيبقى داخل الإش داخل الفم وكذلك الجزء اليسير اللي هو في البخاخة القياس الثاني القياس على ما يمكن أن يصل إلى المعدة من السواك فإن هذا السواك أثناء الاستياك به تتحلل أجزاء منه ثم تذهب مع اللعاب إلى المعدة أجزاء ولو لطيفة جدا والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعمل السواك دايما وصل فاحتمال أنه يبقى فيه أجزاء لطيفة جدا وارد جدا أنه يتصرب إلى الجوف والرزاز بتاع البخاخ أقل من ذلك قال الراجح هو القول بأن بخاخ الرب لا يحصل الفطر به وهذا كما مر معنا أنه خلاف بين أهل العلم وأهل العلم يقولون الخروج من الخلاف مستحب فإذا أمكن لمريض الرب مثلا أن يؤخر تعاطي هذا البخاخ ولا يترتب على ذلك مشقة ولا ضرر قلنا الأفضل أن يؤخره خروجا من الخلاف يبقى الراجل مريض الرب ولو يقدر يخليه بعد المغرب يبقى أفضل خروجا من الخلاف لكن لو هو بيحتاج بالنهار فالأصح أنه لا يفطر النزلة الثانية قال الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان قال هي أقراص صنعت لمرض القلب لمنع ما يسمى بالذبحات الصدرية هذا العلاج صنع لمرض القلب لمنع هذه الذبحات أو التجلطات في القلب بحيث أن الإنسان يضع هذه الحبة تحت لسانه فما هي إلا مدة يسيرة جدا فيمتص فيمتص البدن هذه المادة العلاجية فتصل إلى القلب عبر الدم وينتفع بها البدن طيب حكم الأقراص دي بقى لي أقراص بقى الألب للناس بيحطها تحت لسانهم عشان مسألة دي قال هذه الأقراص لا يحصل بها الفطر لكن بالشرط الذي ذكرت لكم ده يعني شكلام الشيخ العبدالله السكاكر قال يقول لكن بالشرط الذي ذكرت لكم وهو أن ما تحلل منها لا يبتلعه الإنسان لأنه لو ابتلعه الإنسان فحينئذ نقول إن هذا عبارة عن أكل أو شرب فإذا ابتلع ذلك فإنه يفطر بذلك يبقى الأقراص اللي هو بيحطها تحت لسانه يسيبها تتحلل وهي فين؟ تحت اللسان ما يحاولش أنه هو يجعل جزء منها يدخل فين؟ إلى جوفه وبطنه فإذا كانت بتتحلل وده الغالب اللي لم يكن يعني يعني شبه هو يعني الدائم إنه إنه المقطوع آسف يعني إنه هي بتتحلل فعلا تحت تحت اللسان وما بتدخلش للجوف في الغالب نعم وعليه ففي هذه الحال أيضا لا تكون يعني مفسدة اللي أصر النازلة الثالثة قال منظار المعدة منظار المعدة قال هو عبارة عن جهاز طبي متصل بسلك أو خيط أو نحو ذلك يدفع في الجهاز الهضمي للإنسان عبر الفم ثم البلعوم ثم المريء ثم يصل إلى المعدة بالتالي كلنا عارفين المنظار يعني عبارة عن عدسة أو جهاز يعني كده بيدخلوا بخرطوم معين من الفم أحيانا ومن أجزاء أخرى في البذن عموما بيدخل إلى مثلا المعدة يوم يعمل في المعدة إيه بيعمل عملية اكتشاف وتصوير داخل المعدة ونحو ذلك يوم هو بيعمل بعملية استبيان ليه حالة المعدة نحو ذلك قال ثم يصل إلى المعدة وهذا الجهاز في غالب أحيانه يستعمل لأغراض تشخيط إما تصوير وإما أخذ عينات أو نحو ذلك ثم بعد انتهاء الغرض يسحب مرة أخرى ويستخرج هذا هذا هو المنظر ويستخرج هذا هو المنظر الذي نريد أن نتحدث عنه في الترجيح قال فنقول المنظر له حالتان الأولى هي أن يقوم المعالج بوضع مادة هلامية أو مادة دهنية فهذا يفطر الصائب لو هو حط على المنظر هو بيدخل مادة ليه الجيلاتينية اللي بيحطوها ساعات أحيانا ودخلوا بيها يبا في الحالة ديها يفطر ليه لأنه أدخل شيئا إلى المعدة فله حكم الأكل والإش والشرب قال الحالة الثانية أن يقوم المعالج بإدخال هذا المنظر بدون وضع أي شيء عليه فعند ذلك لا يفطر وردحه الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه يبقى الفرق بين المنظر المعدة في أن يفطر أو لا يفطر أنه ما يستحبش بماذا بأي مواد داخل إلى المعدة النازلة الرابعة قطرة الأنف قال نؤكد على أن الأنف منفذ إلى الحلق وإلى المعدة منفذ إلى الجوف يعني وهذا أمر ثابت في السنة ومؤكد عند الأطباء ومعروف عند الناس ففي حديث لقيت ابن صبرة في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما تبلغش أنت صائبة بمعنى أن الأنف دي ممكن تخلي الماء يدخل على فين على الجوف إبقى دليل أهو شرعي على أن مدخل الأنف مدخل إلى إيش إلى الجوف نعم قال وهذا يفيد بأنه إذا كان صائما فلا يحل له أن يبالغ في الاستنشاق لأن لا يصل الماء إلى جوفه فيفطر بذلك قال بالقول الأول ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله إشارة إلى يعني أنه لو هو ما دخلش حاجة إلى الجوف من خلالها خلاص يبقى مش هي إيه مش يفطر قال في الترجيح لا شك أن القول الأول أنه يفطر قال يعني ده قول ابن باز وابن عثيمين أنه لو دخل حاجة من الأنف وتسربت إلى إيش إلى الجوف قال أنه يفطر في هذه المسألة أنه أحوط لكن لو أنها كانت قطرة واحدة وتأكدنا من ذلك فإننا نقول إن القول الثاني أنه لا يفطر يعني أو لا يفطر يعني الصائم لو كانت قطرة واحدة الغالب أن قطرة واحدة دي هتستغرق فين في القناة بتاعت الإيش الآن في نفسها لكن لو نقاط كثيرة أو محليل كثير دخلت من الأنف يظن أنها ممكن تنزل لفين للجوف لكن نقطة ونحو ذلك لا يظن أنها تصل إلى الجوف قال أرجح لكن إذا حصل الشك في ذلك أو كان أكثر من ذلك فإننا نقول إن القول الأول أحوط في هذه المسألة إن لو فيه شك إنه إن قط كثيرة وهتدخل من الأنف وهتصل إلى الجوف وهو يعرف إنها تصل إلى الجوف غالبا إنه لما يجد طعماف في حلقه نعم علشان كده إن كل الحاجات النوازل دي كلما اتقى الإنسان أن يستعملها أثناء الصيام كان أولى نعم أما لو كان في حاجة إلى ذلك فحكم المسائل على ما يتقرر خمسة النزيلة الخامسة غازات التخدير قال وإنما نريد في هذه المسألة أن نبحث نوعا واحدا من أنواع التخدير وهو ما يتعاطى عن طريق الأنف أو الفم يقول زاد المشيقح الشيخ خالد المشيقح يعني ده من تلميذ الشيخ ابن عثيمين يقول التخدير الجزئي وأنواعه عن طريق الأنف والصيني لعله يقصد والله أعلم يعني النظام معين ها لباريسطينية بتخدر مش كده قال بالحقن تلاتة يعني حقن مخدر بالحقن قال لا تفطر الصائم اللي هو عن طريق الأنف وعن طريق الإبل الصينية أو بالحقن أنه يدي له حقنة مخدرة أنه يدي للمريض حقنة مخدرة فأل لا دميه لماذا؟ لأن كل ذا عنده إيش لا يتغذى به قال قال وأما التخذير الكلي فهذا يفطر الصائم إذا لم يفق جزءا من النهار أو إذا لم يفق جزءا من النهار لو ما أفقش جزء من النهار يبقى حكم أنه هو من الفجر إلى الغروب مغمى عليه فصومه غير صحيح سواء بالمخدر أو غير المخدر لأنه سبق أن المغمى عليه من الفجر إلى الغروب هذا صومه غير صحيح فلو المخدر هيفضل من الفجر إلى الغروب يبقى صومه غير صحيح ما هو النوم يختلف عن الإغماء لأن النوم ليس ذهاب الإدراك وزواله بالكلية بخلاف الإغماء الإغماء يزول الإيش الإدراك بالكلية نعم قال في الترجيح قال المجمع الفقهي يقول لا يفطر يعني التخدير بالطريقة دي قالوا لا يفطر اللي هو عن طريق الحؤن اللي نديه للمرضى حقنا للمريض عشان يخدره عبر صينية غيره ولهذا الصحيح والله سبحانه وتعالى أعلم أنه إذا حصل التخدير في وسط النهار أو في أثناء النهار دون أن يكون في أوله أو من أوله إلى آخره أن هذا لا يفسد الصيام نعم يبقى يعني الترجيح أنه التخدير طالما ما بيستغرقش اليوم كله يبقى الصيام صحيح يعني لوحد مثلا هيتعمل له عملية مثلا هياخذ مخدر هيستغرق ساعتين ثلاثة أثناء الصيام لا بأس بذلك على الراجح من كلام العلماء النازلة السادسة ما يتعلق بقطرة الأذن قال هل الأذن منفذ إلى الحلق أو لا إحنا عندنا الأنف منفذ ولا لا الأنف منفذ طيب هل الأذن منفذ إلى الحلق أو لا قال فالأطباء يقولون إن الأذن ليست منفذ إلى الحلق قال فلو وضعت في الأذن أو فلو وضعت في الأذن سائلا ماء أو دهنا أو قطرة أو أي شيء لا يمكن أن يصل هذا إلى الحلق إن الأذن ملهاش منفذ إلى حلق الإنسان ثم إلى الجوف ماشي أنا شخصيا مش من أهل التخصص أنا أقول بأله قدامي دام إننا ما عرفش قال إلا في حالة واحدة وهي إذا وجد في طبلة الأذن خرق فحينئذ هناك قناة تصل من الأذن إلى الحلق ومن الممكن أن يضع الإنسان في إذنه شيئا فيصل إلى حلقه أما إذا كان طبلة الأذن غير مخرقة فإنه لا يمكن أن يصل شيء من الأذن إلى الحلق هو طبعا أنت لازم تعلم أن المشايخ أو العلماء الليما بيكلموا في النوازل لازم بيجمع كلام الأطباء قبل ما يتكلم في المسألة فهنا كلام الأطباء إنه هو ما فيش من الأذن للحلق منفذ إلا في حالة لو طبلة الأذن مخرقة فينفذ من ذلك طيب الترجيح قال وبناء عليه إذا كانت طبلة الأذن غير مخرقة فإن قطرة الأذن لا تفطر لأنها غير منفذ وأما إن كانت مخرقة فإن قال إنه لا يفطر بشرط أنه لا يبتلع ما يصل إلى حلقه لكن نحن نقول حتى ولو وصل إلى حلقه شيء وابتلعه فإن هذا لا يخرج عن كونه يسيرا يعفى عنه يعني الشيخ بيرقح إنه حتى لو وصل من الأذن اللي فيها خرق يعني حتى لو وصل شيء منها لحلقه فالغالب إن الله يصل يصل شيء يسير جدا ولذلك هذا ليدخل فيه معنى الأكل ولا الشرب ونحن ذلك فالأقرب إنه لا يفسد بأيضا الصوم قال النزيل السابعة غسيل الأذن غسيل الأذن قال أما إذا كانت طبلة الأذن سليمة وغير مخرقة فإنه لا يحصل الفطر لأن غسيل الأذن ببقى فيه مواد سيل كتير قال وأما إذا كانت طبلة الأذن مخرقة ثم غسلت هذه الأذن بماء أو نحوه ثم وصلت كمية تزيد عن المقدار المعفو عنه قال الحالة الثانية والراجح حينئذ أنه يفطر بذلك لكن لو حصل الغسيل بشيء يسير أو نحو ذلك فإن هذا يأخذ حكم القطرة لكن إذا كان كثيرا بماء أو محلول أو نحو ذلك يعني وجد كله في حلقه فإن مثل هذا إذا استنشق الإنسان أو بالغ بالاستنشاق فإنه يفطر بذلك أو يفطر بذلك بمعنى يعني إنه لو كان هيعمل له غسيل أذن جهاز كده بيتحط في الودن وبيضخ كمية كبيرة من السائل في الأذن بيتم يعني إدخال وإخراج وإدخال وإخراج هذا السائل لو الأذن فيها خرق ونفذ هذا السائل فلو كان يسير مش هيفسد الصور أما لو كان كثير وجد طعم داخل حلق كثير فالأقرب أنه يفسد به الصور النهزل الثامن قطرة العين قطرة العين قال هل العين قناة إلى الحلق نفس السؤال هل العين قناة إلى الحلق قال يقول الأطباء إن العين قناة إلى الحلق فإن العين لها قناة متصلة بالأنف ثم بالحلق ولهذا نقول إن هذا منفذ إلى الحلق الأطباء بيقول أي والعين بيتصل يعني لو حتى أطرأ بيجدها في أنف ويجدها في حلق وقد ذهب الشيخ عبد العزيز بن بهز والشيخ محمد العثيمين عليهما رحمة الله إلى أنه لا يفطر الصائم بوضع قطرة في عينه لأن الصيام ثبت بيقين فلا يرفع إلا بيقين وما يصل مما يوضع في العين من قطرة لو وصل فإنه لا يزيد على ما يعفى عنه مما يتبقى بعد المضمضة يعني المشايخ رحمة الله عليهما بيقولوا أنه حتى لو وجد طعم في حلقه اللي هو الأطرة يعني ده هيكون إيش شيء يسير جدا يعفى عنه زي الماء اللي بيطمض مضمض الإنسان بيبقى منه إيش شيء بلا شك فبيعفى عنه كذلك نفس المعنى قال فأهل العلم مختلفون في الكحل والصحيح أنه لا يفطر الإنسان لا يفطر الإنسان بالكحل يعني حكم الكحل كذلك لو بتحط في العين بقى زي الأطرة برضو الصحيح أنه أيضا لا يفطر فالأصل المقيص عليه أي على القول الثاني ليس مسلما كما يستدلون بحديث لقيت ابن صبرة يعني ليس مسلما يعني مش مسلم مئة بالمئة طبيا إنه العين منفذ إلى الإيش إلى الحلق مش مسلم طبيا بذلك وحتى لو سلمنا طبيا يعني فغالب اللي هيتصرب من العين إلى الحلق هيكون إيش شيء يسير جدا مما يعفى عنه قال فالأصل المقيص عليه أي على القول الثاني ليس مسلما كما يستدلون بحديث لقيت ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة قالوا هذا يصل إلى المعدة وقد أجبنا عن ذلك بأن ما يمكن أن يصل إلى الحلق ثم إلى المعدة من ذلك يسير معفو عنه هو داخل تحت ما تجاوز الله عنه مما يبقى بعد المضمضة نعم ولهذا فالصحيح أن قطرة العين لا يحصل بها الفطر النازلة التسعة قال الحقن العلاجية سواء كانت جلدية أو عضلية أو وريدية قال فهذه أقسام الحقن منها ما يؤخذ تحت الجلد مثل حقن الأنسولين أو كانت مما يعطى في العضل أو في الوريد هذه الحقن قيدناها بالعلاجية لأنه سيأتي في النازلة التي تليها الحقن المغذية قال الشيخ أحمد الخليل أنه لا يعرف أو لا يعرف أحدا قال بأن هذه تفطر يعني الحقن العلاجية عموما يعني بيقول أنا لا أعرف أحدا قال بأنها تفطر قال فنعرف أنه لا بأس للصائم أن يعطى إبرة الأنسولين تحت الجلد أو المضض الحيوي أو يعطى اللقاح عموما كل حاجات كلها لا يرد منها تغذية إنما يرد منها مداواء وعلاج نعم قال في الترجيح أنها لا تفطر وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله واللجنة الدائمة والشيخ أحمد الخليل قال وإبرة الحمة الشوكية أفتت اللجنة الدائمة أنها لا تفطر الإبرة التي يأخذها الناس لمقاومة الحمة الشوكية زاد المشيقح وكذلك إبرة مرض السكر لا تفطر هو يقصد إبرة الأنسلين يعني لا تفطر الأنسلين دا مش تغذية حد ممكن يظن الأنسلين دا تغذية لا الأنسلين دا مادة علاجية بتدخل الجسد علشان تعمل مقاومة للسكريات بتقوم بمقام البنكرياسي يعني النازلة العشرة الحقن المغذية الوريدية الحقن المغذية الوريدية هنا فرق منها ومن السابقة ماذا الندي مغذية قال وهي التي تعطى لبعض المرضى وتكون مؤلفة من محلول مائي احتوي على السكر والأملاح والماء وربما وضيف إليه بعض العلاجات فهذه الإبر المغذية لا تنفذ إلى الجوف نعم ما بتصلش من الجوف إلى الجوف ولا تصل إلى المعدة وإنما هي إبر تعطى عن طريق الوريد فيتدخل إلى الدم مباشرة فمن جهة وصولها إلى الجوف والمعدة فإنها لا تصل لكن يبقى أن هذه الإبر المغذية في معنى الأكل والشرب لأن الأكل والشرب يرد منه في النهاية ماذا تغذية للبدن وابتبأ في الآخر عبارة عن ماذا أن الأكل والشرب بيتحول إلى مواد أملاح وسكريات وغيره توصل للدم وهو طريق مختصر دخلت المواد المغذية عن طريق الدم مباشرة من غير متروح المعدة ولا الحجد الترجيح قال ولهذا فلا شك أن القول الراجح أنه إذا تعاطاها المريض فإنه يفطر بذلك اللي هي الإبر المغذية نعم النازلة الحادية عشر قال الدهانات والمراهم والملسقات العلاجية قال من المعروف أن في الجلد مسامات يحصل من خلال هذه المسامات امتصاص ما يضع على الجلد فمثلا الإنسان إذا وضع على جلده مادة دهنية يمتص الجلد هذه الماد كما هو معروف ومشاهد ومثل هذه المواد الدهنية توضع مواد علاجية على الجلد يعني توضع كمواد علاجية على الجلد لأن هذه المسامات تمتص هذا العلاج وأحيانا توضع العلاجات على شكل لسقات تكون فيها مادة نفاثة أو مادة علاجية مسكنة أو طيارة أو نحو ذلك فتوضع على الجلد الترجيح إذا قلنا بأن الإبر والحقن التي تعطى عن طريق العضل وتحت الجلد وفي الوريد لا تفطر فهذه من باب أولى فقد اتخذ مجمع الفقه الإسلامي قرارا بالإجماع أنها لا تفطر المراهم نحو ذلك وكل هذا لا يكون في معنى التغذية ونحو ذلك حتى لو مش مغزية خلاص ده من داخل الجسد نفسه حتى لو الجسد نفسه حصل في نزيف من الداخل لا يفطر بلا شك لأن الريق نفسه بيدخل ويطلع فهذا من داخل الجسد نشر القسطرة قال القسطرة مثل هذا الجهاز يعني يبدو أن الشيخ بيشور على حاجة معينة أو يختلف عنه اختلافا بسيطا يدخل عن طريق الوريد حتى يصل الأوردة والشرايين المتصلة بالقلب أو في أي مكان في البدن ويستعمل هذا النوع من العلاج أحيانا لأغراض تشخيصية لاكتشاف التجلطات في الأوردة والشرايين وأحيانا لأغراض علاجية مثل فتح بعض الشرايين المغلقة أو التي فيها تجلط طب قبل ما نبص كده في الترجيح إيه رأيكم بقى ما نبصوش في الترجيح إيه رأيكم مطلقا كده ها أيوة نفس ما قلنا في المنظار هيقال هنا قال في الترجيح قال فقد اتخذ مجمع الفقه الإسلامي قرارا بالإجماع لأنه لا يحصل الفطر بها وهذا مشروط إذا لم يصاحبها إدخال أشياء أخرى إلى جسم المريض إيبه القسطرة ما تفطرش لكن لو صاحبها شيء هيدخل إلى جو في المعدة أو نحو ذلك إذا كانت تشخيص من القسطرة في المعدة ونحو ذلك إذا صاحبها مادة جيلاتينية أو غيره تخضع لنفس مسألة المنظار في البطن في الجوف يفسد الصوم يفسد الصوم الجوف لو دخل فيه ما لا يتغذى به لو واحد بلع مثلا مسامير واحد بلع مثلا شحم مثلا يفسد صوم لأنه داخل إلى الإيش الجوف المعتاد ما هو نفس المعاني بتاعت القسطرة هيبقى نفس الكلام إذا كانت بتصطحب معها مادة للجوف للجوف ماشي خلاص ما فيش مشكلة المهم لا ما تفش هتفطر هنا إنما المهم ما تدخلش للمعدة بشئ من الخارج على المعدة نعم قال ثلاثتاشر منظار البطن قال وهو منظار انتشر بعد تطور الطب يدخل في بطن المريض عن طريق جدار البطن فتفتح فتحة صغيرة في جدار البطن ثم يدخل هذا المنظار وهذا المنظار يذهب إلى تجويف البطن لكنه لا يذهب إلى المعدة فإذا قلنا إن تجويف البطن هو الجوف قلنا هذا وصل إلى الجوف لكن إذا حصرنا كما مر معنا واتفقنا في الدرس الأول أن الجوف مقصود به المعدة فإن هذا المنظار لا يذهب إلى المعدة إنما هذا المنظار يذهب إما لأغراض علاجية مثل استئصال المرار أو استئصال الزائدة الدودية أو استئصال حصوات معينة هو أحيانا يكون لأغراض تشخيصية تصوير ونحو ذلك وأحيانا يكون لأخذ عينات من الكبد أو نحو ذلك فهو لا يصل إلى المعدة وإنما يذهب إلى تجويف البطن إلى الزائدة أو المرارة أو الكلة أو الكبد الراجح فيها كالمسألة السابقة إنه لو مش هيوصل للجوف بمواد معه فيها فلا فلا يفسد الصوم لأنه لما هيروح على مثل المثانة هيروح على المرارة هيروح الكبد نحو ذلك حتى لو هو مستحب مدى معه هذه الأماكن ليست إيش هي الجوف نعم قال أربع تاشر الغسيل الكلوي الغسيل الكلوي قال وهي عملية غسيل الدم وإخراج هذه السموم والمواد الضارة من الدم هي ما يسمى الغسيل الكلوي قال والغسيل الكلوي له طريقتان الطريقة الأولى عن طريق ما يسمى الكلية الصناعية وهي أداة أو جهاز يوصل بالمريض اللي هو عفونا الله إياكم الجهاز اللي هو بيدخل في المريض أو بيدخل بيتركب للمريض قال عن طريق الوريد فيستخرج دم المريض عن طريق الوريد إلى هذا الجهاز فيقوم هذا الجهاز بتنقية هذا الدم عن السموم والمواد الضارة ثم يضاف إلى هذا الدم بعض السكريات والأملاح ثم يعاد ضخه إلى المريض مرة أخرى ها إفتنتوا بقى يلا ها حكمه ها هذا يفسد الصوم لماذا لأنه آه أدخل معه مواد كلها يستفيد منها لإيش البدن الطريقة الثانية اللي هي للغسيل الكلوي عن طريق ما يسمى بغشاء البريتون أو البريتون وهذا الغشاء موجود داخل تجويف البطن فيفتح للمريض فتحة فوق السر ثم يضخ عن طريق هذه الفتحة كميات من السوائل فيها كميات كبيرة من السكريات والأملاح وتبقى داخل تجويف البطن عندما يسمى بغشاء البريتون فهذا الغشاء يتبادل مع هذه السوائل السموم أو المواد الضارة الموجودة امتصاصا وإفرازا ثم يقوم الطبيب بإخراج هذا السائل مرة أخرى ويضخ سائلا آخر مرة أخرى يبقى في البطن مدة من الزمن ثم يمتص أو يستخرج وهكذا في الترجيح قال وبناء على ذلك ذهب أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية والشيخ بن باز ومجموعة من أهل العلم إلى أن الغسيل الكلوي مفطر من مفطرات الصيام وذلك لأنه وإن لم يكن أكلاً ولا شرباً إلا أنه في معنى الأكل والشرب مما يحصل للمريض به من التقوي ونحو ذلك قال فالغسيل الكلوي لا شك عندي والله أعلم أنه يحصل الفطر به لأنه بيدخل معه مواد لتقوية البدن خمستاشر قال الغسول المهبلي الغسول المهبلي ويدخل معه كذلك المنظار المهبلي المنظار المهبلي طيب ما هو الغسول المهبلي قال المقصود بالغسول المهبلي هو ما يكون من محاليل مطهرة أو علاجية تطعاطاها المرأة عن طريق الفرج يعني القبل وهنا يأتي السؤال هل الفرج يعد منفذا إلى الجوف أو لا قال وفي العلم الحديث أن هذا لا يعد منفذا إلى الجوف ولا يصل مطلقا وليس هناك قناة بين الفرج وبين المعدة الترجيح قال ولهذا اتخذ مجمع الفقه الإسلامي قرارا بالإجماع بأن الغسول المهبلي لا يعد مفطرا للصيام فلا يحصل الفطر بهذه التحاميل المهبلية التحاميل يعني ماذا؟ اللبوس لا التحاميل يعني اللبوس كلمة التحاميل مقصود بها اللبوس عارفين اللبوس؟ نعم قال فلا يحصل الفطر بهذه التحاميل المهبلية يعني اللبوس عموما للرجل و للمرأة سواء في الدبر أو في الإش أو في القبل هذه اللبوس العلاجية التحاميل هذه لا يفسد بها الصوم قال فلا يحصل الفطر بهذه التحاميل المهبلية ولا بالمنظار المهبلي ولا بأدوات الفحص المهبلية ولهذا اتخذ مجمع الفقه الإسلامي قرارا بالإجماع بأن هذه الأمور لا يحصل الفطر بها حتى لو المنظار مستحب مد جيلاتينية معه حتى لو مستحب لماذا لأنه ليس له منفذ إلى الجوف ستاشر الحقنة الشردية قال وهي ما يعطى للمريض في الدبر وهي نوع معالجة وغسيل للأمعاء بضخ الماء وبعض الأدوية كما هو معروف وهذه المسألة ليست جديدة لكنها الآن أخذت صبغة علمية باعتمار أنها عمل طبي يعالج به يعني زمان كانت موجودة الحقنة الشردية بالطريقة البدائية يعني كانت موجودة أن الناس يملو عبوة ما مثلا من الماء ونحو ذلك ويضع عليها مادة يعني مسهلة ويدخلوها في دبر الإنسان يقوم تفرغ اللي في البطن دلوقتي بقت بطريقة أحدث قال والشيخ أحمد الخليل قال إن ما يحقن في الدبر إذا تضمن الماء إذا تضمن الماء أو شيئا من المحاميل من المحاليل المغذية مثل الأملاح أو غيرها فإنه يحصل به الفطر أما إذا لم تشتمل هذه الحقنة إلا على أشياء دوائية فليس فيها سوائل ولا ماء ولا أملاح فإنها لا تفطر قال لا مش الحقنة الشرقية دي بتدخل على المعدة لأن الشرق ده منفذ ده هو مخرج إيش المعدة هو مخرج المعدة أصلا طب هنا ليه مع إنه قالوا إنه ممكن تبقى دخلها بحاجة وفيه احتمال آخر إنه ما يفسدش الصوم لأن الحقنة الشرقية يرادوا منها استفراغ ما المعدة هي بتدخل عشان تعمل إيه عشان تخرج كل اللي في المعدة مش هو يخرج اللي دخل بس ده اللي دخل واللي داخل الإيش المعدة فيراد استفراغ ما في المعدة قال يقول وعندي أن هذه الحقنة والله سبحانه وتعالى أعلم تفطر على كل حال يعني الشيخ عبد الله السكاكر بيقول إن الحقنة دي تفطر على كل حال ليه باعتبار ماذا إنها دخل إلى الجوف حاجة دخل للجوف قال ولهذا فالقول بالتقطير بالتفطير آسف هو الأظهر والأرجح وقد اختار الشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ أحمد الخليل اختاره يعني الشيخ العثيمين ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تفطر الشيخ الإسلام قال إنها بتعمل إيه تستفرغ ما في البطن قال والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه الحقنة الشرجية مفطرة زاد المشيقح وهو قول الأئمة الأربعة وده أقوى والله أعلم القول إنها مفطرة أقوى لماذا؟ لأن ده يصدق فيه شيء داخل إلى الإيش؟ إلى الجوف هيقول لك ما هي استفرغ طيب وإحنا ما يدرينا أن نستفرغ كل ما دخل استفرغ كل ما دخل ولذلك الأقرب إنها تفطر الأقرب إنها تفطر سبعة عشر التحاميل الشردية التحاميل الشردية اللي هي قلنا عليها ليش؟ اللي بوسيا قال هي ما يوضع في ضبر المريض وتشبه المراهم وتستعمل لعلاج بعض الأمراض مثل البواسير ولتخفيض الحرارة وهي معروفة يقول وعلى كلام الشيخ محمد بن عثيمين أن هذه أيضا لا يحصل بها الفطر فالذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم أنه لا يحصل الفطر بها مع إن هي دخلة للإيش للجوف لكن رجح كثير من العلماء أنه لا يحصل الفطر بها باعتبار ماذا؟ أنها ليست فيها أي درجة من درجات الإيش التغذية إنما هي شيء علاجي هتبقى زياء زي حقايت بقى الإبر العلاجية ونحو ذلك وإن كان لو تورع الإنسان لكان أفضل لو تورع عنها الإنسان لكان أفضل خروجا من الخلاف المنظر اللي دخل للمعدة واللي تقصر لخارج المعدة آه فعلا هي شبهها هي شبهها فعلا عشان كده إن الإنسان لو تورع عن استعمال اللبوس في أثناء الصيام لكان أفضل آه آه صحيح وإنه إنه إنه إحنا الأقرب إنه كل ما دخل إلى الجوف يفسد الصوم إذا وصل للجوف والشرق ده منفذ إلى الإيش إلى الجوف لا إحنا قولنا قبل ذلك إنه الدخان الدخان فيه خلاف قوي جدا البخور وغيره نحو ذلك الدخان ده لو كان جرم تقيل زي دخان السجاير والبخور يحتمل إنه يفسد الصوم يحتمل إنه يفسد الصوم أما تناول السجاير نفسها لا ده ده الأقوى إنه هو يفسد بالصوم بلا شك لأنه ده دخان داخل فعلا واستنشاق كامل لهذا الدخان وإدخاله ليه الجوف نعم وده احتمال آخر ولذلك في الحقيقة هي من باب التورع عنها الأفضل إنه لاحظ يعني يتورع عنه هو احتمال آخر إنه هي بتذوب فين؟ بتذوب في الشرج بتذوب في الشرج نفسه نعم ثمنتاشر قال المنظار الشرجي قال المنظار الشرجي الكلام فيه كالكلام في منظار المعدة قال فالمنظار الشرجي كمنظار المعدة بحيث إنه إذا وصل إلى مناطق الامتصاص وهي الأمعاء الغليظة فما فوق إلى المعدة فإن ضخ معه شيء من السوائل أو المحاليل أو المواد الهلامية أو الدهنية أو نحو ذلك فإنها تصل إلى أماكن الامتصاص وحينئذ تكون في حكم الأكل والشرب فيحصل الفطر بها أما إذا لم يصل إلى أماكن الامتصاص أو لم يضف إليه محاليل أو مواد مسلكه أو آسف مواد مسلكة مش كده؟ فإنه حينئذ لا يفطر كما تكلمنا في منظار المعدة عشان كده موضوع التحاميل إليان لبوس في احتمال فعلا إن هي ما تكونش بتوصل لفين؟ للمعدة وإن هي بتذوب بسرعة في منطقة الشرج والله أعلم قال حكمه كمنظار المعدة ساعتاشر ما يدخل عبر مجرى البول ما يدخل عبر مجرى البول عبر مجرى البول سواء للرجل أو المرأة أحيانا بيبقى منظار ونحو ذلك قال وهذا له عدد من الأنواع أحيانا يدخل عبر مجرى البول أعزكم الله منظار مثل ما مر معنا في منظار المعدة والشرج والمنظار المهبالي يعني مثلا عملية الحصوة كتير من الأطباء بيجيبها بطريق الإيش؟ منظار المجرى البول بيدخل من عن طريق الفرج أو العضو الرجل أو المرأة فرجها بيدخل المنظار هذا ويصل إلى مسالك البول ويطلع الإيش؟ يطلع الحصوة دي؟ نعم قال وأحيانا تدخل بعض المحاليل لغسيل المثانة وأحيانا تدخل بعض الأدوية وأحيانا تدخل بعض المواد التي تصاحب عملية التشخيص بالأشعة ليتضح التصوير بإضافة هذه المواد فيضخ عبر مسالك البول هذه المواد حتى تتضح في أجهزة التصوير والطب الحديث يثبت أن مسالك البول ليست منفذ إلى المعدة ولا إلى الأمعاء الغليظة أو الدقيقة أو مراكز الامتصاص أو الجهاز الهضمي كما مر معنا فهي لا تتصل بذلك مطلقا يبعلي لو حتى دخل بمواد هلامية أو غيره مش هيفسر لأنه ما فيش منفذ بين مزار البول وإيه؟ المعدة يقول فالقول الراجح أن هذه التي تدخل من مجار البول أنها لا تعد مفطرة وهذا هو الذي أفتى به أعضاء مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة عشرين التبرع بالدم قال فهل التبرع بالدم يفطر أو لا يفطر؟ قالوا هذه المسألة مقيسة ومتفرعة على مسألة الحجامة هل يفطر الإنسان بالحجامة أو لا يفطر؟ والحجامة هي ما يوضع من المحاجم على الرأس أو على أي جزء من أجزاء البذن بحيث يشرت الجلد أو يشرت الجلد ثم يمتص الدم من الجلد بهذه المحاجم طيب هل الحجامة تفطر أم لا؟ إحنا سبق الراجح أنها لا تفطر وعليه قال بيقول قول أول يعني أنها لا تفطر وهو قول الأئمة الثلاثة وقول ثاني أنها تفطر وهو قول الحاجم واختاره الشيخ الإسلام وابن عثيمين قالوا بناء على هذا الخلاف ذهب بعض أهل العلم إلى أن مسألة التبرع بالدم فرع عن مسألة الحجامة يبقى لو أنت بتقول أن الحجامة تفطر يبقى التبرع بالدم يفطر هتطلع دم من جسمك تدي الحد تاني يبقى نفس مسألة الحجام وإذا كنت لا ترى أنها تفطر فالتبرع بالدم لا يفطر وهذا هو الأرجح وهذا هو الأرجح لكن يقرأ التبرع بالدم لمن يخشى عليه إيش؟ الضعف نفس المسألة بتاعت الحجامة أنه يقرح الحجامة لمن يخشى عليه الضعف يقول وبناء على ذلك فإن الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم أن التبرع بالدم مفطر من مفطرات الصيام على القولين جميعا سواء قلنا بأن الحجامة تفطر أو لا تفطر الشيخ يعني اختار هذا القول بيقول يعني واحد أن عملية التبرع تنهك البدن أكثر مما تنهكه الحجامة فالحجامة شيء يسير يخرج من البدن تلمح أن الشيخ مذهب في الحجامة ماذا؟ أنها تفطر وعليه فهو شايف أن التبرع بالدم أشد من الإيش؟ من الحجامة نعم هي وماشي أنت تلمح بقى بنظرة خفية أنه هو لا يا شيخ أحمد هو بيقول أن عملية التبرع تنهك البدن أكثر مما تنهكه الحجامة فالحجامة شيء يسير يخرج من البدن ومع ذلك يعني حكمنا بأنه هو إيش؟ يفطر فما بلك بالإيش؟ بالتبرع الذي هو أشد من ذلك نعم اثنان يقول قياسه على من استقاء متعمدا بيقول أنه ده قياسه على الاستقاء متعمدا بيضعف الاستقاء متعمدا مش كده؟ بيقول ده ده أشد ده هيطلع دم مش هيطلع بقى إيه؟ مجرد أكل من جسمه ثلاثة قياسه على الحيض للمرأة لأنه يضعفها بيقول أن المرأة الشرع منعها عشان الحيض بيضعفها تبدأ التبرع بالدم أشد من الإيش؟ ربما من الحيض أو مساوله أو نحو ذلك الخلاصة يعني أن مسألة التبرع بالدم فرع على مسألة الإيش؟ الحجامة وأنا شخصيا الأظهر عندي أنه يجوز الحجامة ويجوز التبرع بالدم لكن يكره أو تكره الحجامة لمن يخشى عليه الضعف وكذلك يكره التبرع بالدم لمن يخشى عليه الضعف واحد وعشرين أخذوا الدم للتحليل ونحوه أخذوا الدم للتحليل ونحوه يا شبيه باب اللي فاتت واحد يطلع دم يتبرع واحد يطلع دم عشان يحلل الدم قال وهو ما يؤخذ من المريض للتحليل قال فإن أخذ كمية يسيرة من الدم لا يضر الصائم وهو مثل ما لو قلع الإنسان درسه أو أصابه جرح يسير أو نحو ذلك فذلك لا يؤثر في بدنه ولا ينهكه إنهاكا يشبه مثلا الاستقاء أو التبرع بالدم أو الحيض بالنسبة للمرأة لاحظت بأنه مذهب في الحجامة إنها تفطر قال الترجيح بقى يقول ولهذا ذهب كثير من أهل العلم منهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن محمد بن عثيمين وهو الراجح وهي آخر النوازل المتعلقة بمفطرات الصياة إنه يرى أنه أخذ الدم للتحليل إيش يفطر ولا يفطر إذا كان يسير لا يفطر لكن عنده لو ياخد دم كثير يفطر فهذه المسألة أيضا فرع على مسألة الحجام فالعبرة فيها بالضعف أو خشية الضعف فمن مثلا أخذ منه دم كثير ولا يخشى منه الضعف فهي نفس مسألة الإيش الحجام والعبرة بالضعف وعدم الضعف لا أبدا ما هو ما نقول إن الراجح إن التحليل يجوز إنه يخرج دم للتحليل ويكره إذا كان هذا يضعفه لو أحد رح يعمل تحليل ويظن إنه لو طلع الدم ذا كمية دي حيضعف يكره له ذلك تمام 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 وعليه اللي هو عمل حث أو غيره عفان الله وإياكم نفس المسألة خرج منه دمه ولو كثير هل نقول بإنه يفسد صومه لا يفسد صومه نعم النازلة اتنين وعشرين قال السفر من بلد إلى بلد يختلفان في الرؤية قال وهي مسألة ما إذا انتقل الإنسان من بلد إلى بلد آخر قد اختلفت رؤية البلد الأول عن البلد الثاني يقول وقد يترتب على هذا الأمر ويحد أن الإنسان يسافر من بلد إلى بلد المسألة دي ليه نازلة لشان كان زمان صعب أنها تبقى موجودة لأن دلوقتي احنا في طيارات وسواريخ وكذا أن صعب جدا أن الإنسان ينتقل من مشرق إلى المغرب بإيه في وقت ضيق زمان يعني إنما المسألة دي حادثة ونازلة ليه لأن جديدة يعني اللي كان عايز يطلع مثلا من مثلا السعودية مثلا زمان الجزيرة العربية عايز يروح المغرب ده بيخل له شهر إنما دلوقتي ممكن يأخذها في إيه في ساعتين ثلاثة وعليه ممكن يطلع هو من بلد ظروف الرؤية فيها مختلفة عن إيه البلد الأخر أو كزي المسألة اللي هتيجي بعد كده إن يطلع وهنا والشمس خلاص هتغرب ومجرد أنا حصل معي أنا شخصيا يعني ركبت مرة من اسمها إيه لا اللي فيها حتة اسمها راس الخيمة دي اسمها إيه الإمارات قال الإمارات ركبت من الشارقة الشارقة ركبت من الشارقة وأنا جاي مصري هنا قبل المغرب خلاص المغرب هيأزن وأنا وكان في صيام والمغرب هيأزن خلاص الطيارة طلعت بينا الدنيا كلها نهار لسه مع إن إحنا في الشارقة قنفضل قد إيه مفيش خمس عشر دقائق والأزان هيأزن بس الطيارة مجرد ما تحركت كل ما تتحرك تخش تعمق في نجاية المغرب كل ما نليه لسه النهار ودى أنت مشي آه طبعا أنا بسبق الشمس بالطيارة فدي نزل من النوازي قال السفر من بلد إلى بلد يختلفان في الرؤية قال يترتب على هذا الأمر واحد أن الإنسان يسافر من بلد إلى بلد فتختلف بداية الشهر بين البلدين فإذا اختلفت البداية ربما تختلف النهاية فقد يترتب على ذلك أن الإنسان إذا صام مع البلد الثاني الذي انتقل إليه قد يصوم واحد وثلاثين يوما مش كده إنه ممكن يطلع من بلد والبلد الثانية صامت بعدها بيوم أو بيومين ساعات كمان بتحصل نخلها بيوم طيب البلد دي اللي هو صام معاها وصل الصيام بتاعه لما هيتنقل هناك ممكن يوصل واحد وثلاثين يوم إيه حكم بقى قال السورة الثانية قد يحدث العكس وهو ما إذا تقدمت رؤية البلد الذي قادم إليه فقد يصوم ثمانية وعشرين يوما قال على الراجح قال على المسألة الثانية فعليه واحد أن يفطر معهم اثنان وإذا أفطر العيد يصوم يوما آخر لأنه لم يصوم إلا ثمانية وعشرين يوما والشهر لا يكون ثمانية وعشرين يوما ده قول العلماء إنه هو الناس اللي هو في البلد اللي هو رحى ظهر الهلال عنده بس هو بالنسبة له في العدد ده تمانية وعشرين يوم هو جاي من بلد تانية وراء ظهرت الرؤية بتاعت العيد على تمانية وعشرين يوم صيام عنده هو الناس التانين صيمن تسعة وعشرين أو تلاتين هو لسه تمانية وعشرين ماذا يفعل هنا في هذه الحال قول قالوا أن يفطر معهم يفطر معهم لأنه صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وفي قول آخر قالوا لا النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا والشهر هكذا يعني الشهر يبقى تالاتين يا إيه ما ينفعش يبقى تمانية وعشرين وعلي لا يجوز له أنه يعمل يفطر اللي قالوا أنه يفطر معهم قالوا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وهم رأوا الهلال وهو رأى الهلال فيلزموا واللي قالوا لا ما يفطرش معهم لأن الشهر كما قالوا للمسلم تلاتين أو تسعة وعشرين فالقولين فيهم مجاهة قال الترجيح بقى قال ذهب الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد المصالح العثيمين وجمع من أهل العلم إلى أنه إذا انتقل من بلد إلى بلد آخر فإنه يتبع البلد الذي انتقل إليه فيصوم معهم ويفطر معهم حتى ولو ترتب على ذلك أن يصوم واحدا وثلاثين يوما أو ثمانية وعشرين يوما لقوله الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحوا ده ما يمنعش أنه في قول تاني آل بن هو لو هيصوم واحد وثلاثين ما يصومش خلاص لأنه في حق ماذا خلاص الشهر هكذا وهكذا فيا تلاثين يا تسعة وعشرين ولو هيصوم تمانية وعشرين ما يعملش لا يكمل ويصوم هو عشان يكمل الشهر تسعة وعشرين على الأقل لكن في الحقيقة القول ذا أقوى قول ذا أقوى اللي هو إيه لو صمعهم على أي صورة لماذا لأن هنا في هذا الحال يكون قد وافق أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته دي مسألة إحنا ونها في أول النهار بأول الدرس أول المتدورة إن مسألة اختلاف المطالع اختلاف المطالع هذه المسألة باختصار شديد طب خليها سؤال بعد ما تخلص النوازل ماشي الموافقة الموافقة للمسلمين الذين أمت بينهم هم صاموا رأوا الهلال وصاموا تصوم رأوا الهلال وأفطروا دفطر وهكذا النزيلة 22 قال وهي السفر بالطائرة ونحويها بعد مغيب الشمس أو قبله بعد مغيب الشمس أو قبله قال وهذه عبارة عن مسألتين قال واحد أن تغرب الشمس على الإنسان في بلده ثم يفطر ثم يركب الطائرة فتطلع عليه الشمس يعني واحد في بلد داخل يركب من المطار المغرب أزم في المطار الراجل رح واكل وركب الطائرة والطائرة تلعت مجرد ما تلعت الطائرة لأ النهار فما حكم هذا سورة تانية بقى طيب الأول بيقول الحكم بالنسبة له أنه صام بدليل شرعي لقول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل والراجل دخل أتم الصيام إلى الليل وأفطر بدليل شرعي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر قال في الترجيح فهذا أفطر بيقين وبدليل شرعي وبالتالي فرؤيته للشمس بعد ذلك لا تضر ولا يجب عليه الإمساك مرة أخرى اللي يبأى السورة التانية أن يسافر الصائم قبل غروب الشمس في بلده بزمن يسير إلى جهة المغرب فيتأخر غروب الشمس بالنسبة له كما إذا كانت الشمس تغرب في بلده الساعة السادس مساء وقبيل السادسة بعشر دقائق ركبت طائرة مسافرا إلى المغرب فكلما مشى في هذا الطريق كلما طاله النهار يعني واحد راكب مثلا من الإمارات ولا الكويت ونحو ذلك قبل المغرب بعشر دقائق والطيارة أقلعت رايح هو الجزائر مثلا ولا تونس هيفضل يضرب كل المسافة دي كلها إيش صيام ليه الساعة أو الساعتين الزيادة دول لأنه لم يرى الإيش لم يتحقق عنده الإيش غروب الشمسي وهكذا قال نقول لا يفطر حتى تغرب الشمس حتى ولو زاد عليه ساعتان أو أربع أو خمس أو أكثر هو بالخيار إما أن يأخذ حكم المسافر فيفطر ترخيصا أو ترخصا وإما أن يمسك إذا أراد لصومه أن يتم والله أعلم كان هذه بعض النوازل في هذه المسألة نعم آه طبعا فضلت ممسك لقيت ما جيت مصر طبعا كان الفرق حوالي ساعة ونص أو ساعتين قال قال في الهامش زاد المشيقح قال زياد الشيخ خالد المشيقح الشيخ خالد المشيقح المفطر الرابع والعشرون معجون الأسنان قال لا يفطر لأن الفم في حكم الظاهر لكن الأولى للصائم أن لا يستخدمه إلا بعد الإفطار إذ نفوذه قوي ويستغنى عن ذلك بالسواك أو بالفرشاء بلا معجون يعني حكم استخدام معجون الأسنان تنزل برضو معجون الأسنان قد يتسرب منه بعض الأشياء اللطيفة قد يتسرب منه بعض الأشياء اللطيفة ولذلك بعض العلماء قال لو تسرب منه شيء فإنه يفصد الصيام وعليه فالإنسان يتورع عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ترجمة نانسي قنقر